نتواصل معكم وطبعاً تابعنا في الأيام الماضية برفقة عدد من الضيوف اللي كانوا معنا في صباح الشروق التظاهر الكبير اللي انتظمت ولاية النيل الأبيض اليوم هتكون ختام لفعاليات بعروض برية وجوية عسكرية مربوطة بعيادة دفاع الشعبي في نسخة 29 هي احتفالات قومية فيها عرض لهيبة الدولة هذه الفعاليات وهذه المعارض والأنشطة هنتابع بعض وصول فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى هذه الولاي وتحديداً إلى مدينة كوستي أكيد هي مساحة من التكامل والتعبير عن الجهود المفذولة دائماً لأجل هذا الوطن من خلال كل تفاصيل الدفاع عنه بكليات الجمال والعطاء الحديث في هذا الجانب أكيد هيكون بنقل مباشر من كوستي بمشاركات ولوحات مختلفة للحديث عن القوات البرية الجوية البحرية الشكر دائماً بيكون هو لكل الشعب السوداني ما من باب الشكر ولكن من باب العطاء والتكافل والباب الحديث عن كليات الشعب السوداني وانتماء الحقيقي للوطن السودان بأن يكون دائماً بخير بعيداً عن كل قريب وبعيد نعم نحن هتكون عندنا عدد من المشاهد ذا بالإضافة لتغطيتنا الحية والمباشرة من استاد كوستي الصورة دي الآن هي من استاد كوستي وبعد قليل ستبدأ هذه الفعاليات تتحية لكل أسر الشهداء والرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء اللي قدمهم الدفاع الشعبي في الزود عن حياض هذا الوطن الكبير الشاسع الواسع المترامل الأطراب هذه العروض ستكون بعد قليل تابعنا في الأيام الماضية هذه الفعاليات برفقة الزملاء الموجودين هناك في مكتب قناة الشروق الفضائية دا استاد كوستي الصورة الآن هي صورة حية ومباشرة من هناك والحديث عن التجهيزات والترتيبات لبداية الفعاليات بعد قليل بإذن الله تعالى والتي سيتم نقلع عبر قناة الشروق أيضا الحديث عن مجموعة من الحشود الكبيرة اللي جاءت تشارك هذه الفعاليات بانتماء كامل وبمحبة خالصة وبعطاء ممتد دوما لهذا الوطن السودان من خلال الأبناء والآباء من خلال الأمهات من خلال الذكريات والصور ومن خلال استعادة التاريخ بمشاهد وخيالات واقعها الأساسي والرئيسي هو أن يكون السودان دوما بألف خير وصحة وسلامة وأن يكون كل أهل طيبين وتأمين ولامين وكل زول في كل بيت يكون حاسي بأمان دائما وأبدا في كليات الحياة من خلال الولايات المختلفة نعم الدفاع الشعبي كانت له استهامات عديدة في معتركات الحرب وفي الجبهات التي ظللنا دائما نقاتل فيها كسودان واحد جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الآن بعد استدباب الأمن في مناطق وأرجاء السودان المختلفة هناك أدوار في التنمية وفي قطاعات المتمع يمكن أن يلعبها أفراد الدفاع الشعبي في الفترة الماضية خصوصا في ولاية كولاية النيل الأبيض التي تحتبر واحدة من ولايات التماس الآن هي على الخط مع دولة جنوب السودان هذه الدولة الوليدة هناك عدد من الأدوار يمكن أن يلعبها أفراد الدفاع الشعبي في مقبل الأيام الصورة الآن هي صورة من كوستي الاستعداد هو مكتمل الآن والكل في لحظة انتظار فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير وهذه الصفوف التي يتقدمها أفراد قوات الدفاع الشعبي التي من بعد قليل وتغطيتنا الحية والمباشرة سنتابع من خلالها العروض الجوية والبرية والتي تؤكد على سيادة وريادة قوات الدفاع الشعبي في الدفاع عن هذا الوطن من بعد الصباح الشرق ومباشرة عند وصول سعادة رئيس الجمهورية بإذن الله سيتم البث المباشر من كوستي لنقل كل فعاليات هذا البرنامج الحديث عن ملفات مختلفة أيضا عن المشروعات الاجتماعية والتنموية وغيرها من محطات العطاء وتبادل العطاء ما بين الشعب وما بين فخامة رئيس الجمهورية اشتركوا في القناة